انبارح كانت حفلة دير جست وهي احتفالية جديدة ده موسمها التاني على التوالي انا بشكر مجد حسني الحقيقة صاحب دير جست هي مجلة بقت منظومة كبيرة جدا جدا رائعة كانت مختصة في الفن وكانت حتى جزء صغير كده في الرياضة ولكنه الموسم التاني على التوالي من سوء حظي السنة اللي فاتت انا كنت مكرم لكنه كنت خارج القاهرة فلم احضر التكريم لكنه لم اكن اتوقع ان يكون بازي الشياكة وهذا الجمال وهذا التنظيم الرائع مجد حسني صاحب ومدير ورئيس حياة هذه المجلة هو اللي تقريبا بيقوم بكل هذه الامور بمفرده ونجح في النهاية انه فعلا يعمل حاجة طليق بكرة القدم المصري بالامس كان نجوم النادي الاهلي مسيطرين على كل الجوائز بلا استثناء يعني احسن نادي احسن لاعب احسن مدرب وما كانش فيه استفتاء احسن مدرب لكنه حتى تكريم الاسطورة كان منو الجوزي تكريم اللاعبين جائزة باسم ثابت البطل وشيء جميل جدا خداك كابتن اكرامي حارس مرمى مصر الاسطوري العظيم وحارس مرمى النادي الاهلي الكبير واكرامي وما ادراك ما اكرامي وما ادراك ما ثابت البطل وهؤلاء العظماء اللي يعني سطروا اسمهم باحرف من دهب ومن نور في تاريخ كرة القدم المصرية وخصوصا الاهلوين منو الجوزي أشاعة روح من البهجة والسعادة على الجميع وكل من رأى منو الجوزي مبارح كان في غاية الفرحة والسعادة والابتسام كابتن او دكتور محمد شوق عدو مجلس ادارة النادي الاهلي اللي تسلم جائزة افضل نادي والصديق العزيز طارق انديل عدو مجلس دارة اللي تسلم جائزة افضل رئيس نادي كابتن محمود الخطيب اما عن نجوم النادي الاهلي فحدث ولا حرك ده حنبقى موجودين معاكم فيه افضل لاعب كان امام عشور افضل مهاجم كان وسام ابو علي افضل رئيس نادي كان كابتن محمود الخطيب اما التشكيلة المثالية اعزائي المشاهدين فجاءت كالتالي الحقيقة في حراسة المرمى كان يا جماعة الشاشة كلها عشان بس اشوف يعني لو ينفع حراسة المرمى كان مصطفى شبير في محمد الشيبي في مركز الظاهير الايمن ومحمد عبد المنعم وحمزة المسلوسي وعلي معلول اللي لقى ترحاب رهيب جدا مهند لاشين ومروان عطية احمد سيد زيزو امام عشور حسين الشحات وسام ابو علي دي تشكيلة الموسم اعزائي المشاهدين غلب عليها النادي الاهلي بس انا اوقف شوية عند الصورة دي اوقف شوية عند الصورة دي طب اوقف انا بلش انت مش عايز توقف اوقف انا يعني دي صورة حمزة المسلوسي نجم نادي الزمالك النجم التونسي المحترف وفي الاول الشيبي محمد الشيبي نجم نادي بيرامدز امام عشور مهند لاشين وسام ابو علي حسين الشحات مروان عطية مصطفى شبير لم يحضر زيزو بسبب الاصابة محمد عبد المنعم بسبب وجوده خارج مصر اعتقد دول بس الاتنين اللي ما حضروش والباقي كله كان متواجد في احتفالية الامس الحياة هنا الصورة دي بهديها لكل المتعصبين هل انا هنا اطلع كراجل مقدم في قناة النادي الاهلي اقول اسماء اللي خدوا الجوايز وماقولش حمزة المسلوسي وماقولش زيزو عشان دول بيلعبوا في الزمالك ولا اعمل ايه للاخوة بقى اللي دخلين علينا جديد واللي مش فاهمين القصة ولا الموضوع لازم اشيد بحمزة المسلوسي ولازم اشيد بزيزو لانهم لعبة قدموا حاجات كتيرة جدا اللي نديهم وتعبوا وكان عندهم جهد وعرق وفي النهاية كانوا بيتواجد ان يكونوا ضمن الحداشر الافضل لعيبة اللي موجودين في التشكيلة المثالية للموسم هل حضرتك شايف استقبال امام عشور للمسلوسي شايف استقبال اسامة ابو علي للمسلوسي وشايف الجنسيات اللي موجودة ما بين مغربي وما بين تونسي وما بين فلسطيني والباقي كلهم ولدنا ابناء مصر ادي الروح الجميلة اللي احنا بنشوفها نتنافس في الملعب زي ما احنا عايزين احنا هنا في النادي الاهلي وفي قناة النادي الاهلي نعمل افراح ونعمل احتفالات لفوز ولادنا ولعبتنا ونتمنى لهم كل توفيق لكن في النهاية كل ما نجد وكل ما نكد وكل ما نتعب نقول له مبروك نقول له برافو عليك فحضراتك تقول لي وانت ليه بتقول اخبار الزمالك لازم اقول اخبار الزمالك واخبار المحلة واخبار الاسماعيلي واخبار الاتحاد واخبار المصري واخبار كل الانديها المصرية كبيرة ان كانت ام صغيرة لازم حضراك تفهم ده يعني انا اشيل الناس دي من الوسط اللي استفتة وماقولوش مثلا عشان ده خبر زمالك لازم الناس بس تعرف احنا بنتكلم ازاي وبنتكلم ليه وبنتكلم يعني مع مين وعلى مين ده مهم اوه صورة رائعة تجمع ما بين حمد الشيبي مهند لاشين امام عشور اسامة ابو علي حمزة المسلوسي حسين الشحات مروان عطية مصطفى شوير ما اجملها خلي التنافس في الملعب زي ما احنا عايزين وعلى فكرة انبارح انا كنت موجود وطلبت تعمل لقاء مع كل النجوم لكن للاسف كان البعض مش يغادر يعني واللي تعمل مع القاء كله اتزاع لان ده الطبيعي افهمه يعني ايه منافسه في الملعب وبرى الملعب الكل حبايب والكل كويس والكل جميل لازم الرسالة دي تصل الى الجميع امرنا هنا ما كنا ولا هنكون بتوع هبد وبتوع رزع وبتوع الكلام الفارغ ده انا ما بعرفش اعمله ومش هارف اعمله لكن اللي هارف اعمله ان انا احاول ان انا اعمل حاجة صح احاول ان انا اقنع حضرتك ان احنا بنقدم حاجة صحية فالنهار ده عندنا لقاءات وعندنا تخطية كبيرة جدا لهذا الموضوع يا رب اعجبكوا باذن الله مبروك لكل الفائزين شكرا ماجد حسني والحيام جلته الجميلة شكرا للفائزين شكرا للإدارات اللي تعبت شكرا للسادة الاعلاميين اللي كانوا موجودين بالامس انا كنت هحكي قصة الصلح ما بين الشيبي والشحات لكن صاحب الموضوع نفسه موجود فحفضل ان احنا نحكيه مع بعض